ما هو الحل يمكن عند الحاة المملكة نجد السياسي يجب نجمو اليوم ناخذو يقول الرئيس عاية الاتحاد الشغل وعاية الاتحاد على صناعة والتجارة ويتفقوا على حكومة ويتزموا ثلاثة أطراف بش يدعموا الحكومة هذي ببرنامج عمل متفق عليه وإصلاحات مقبولة من الأطراف وشبه الحكومة الحالية؟ وشبه الحكومة نجم تخدمها معاها أنا في صندوق النقد نخدمش نجم ملفهم متاع تونس جيني نجلة بودن تقول لي مش نتفاوض معاك على تونس نقول لها ما دام أنتي ما عندك صلاحيات تقول لي كيفيش أنا رئيس عقوبة وجيتك وفدرس هي ما دام عندك نمية وسبعتاش مية وخوة ولكش بش تأخذ قرارة نتو رئيس الجمهورية صح على فهمية شنين مش هي مش هو تفهم على فهمية باش وعلى الشي اللي أفهمية وعلى فهمية بقى كل مرة يستنى في واحد منهم إيش بيش نخموا نحن وكيينو العالم كذر صغار وكيينو العالم كينتغشوا نحن ولو نبكوا نشدوا للحيط من واحدة مش هلجوا يردونا العالم وش بيك فعلينا نحن تحب تخدمت مرحبا بيك تفضل تحب تأخذ فلوس مرحبا بيك تفضل عندك شروط تستوجب الشروط الدولة هذي عنده دايما كينك تقول ان الحكومة هذية كينها ما عندهش شرعية ما غيرناش زمارش هي حكومة معناها او نظمة بأمر رئاسي استثنائي ينزعلها الصلاحيات ويعطيها للرئيس يعني في بلاس يراوه مش معناها الوزراء مخايبين راب يقوموا بعمل جبار وممكن يكونوا من احسن كفاءة تونس لكن الاتار الموجودين فيه ما نجمشوش اتار تعمل ما عندهش ما عندهش اهلية للتقوض يعين الرئيس اخندي من نظام السياسي تونسي ما تعرف كمش يخدم الرئيس الحكومة نجب تخرج دكريه نجب تخرج وامر لا وامر تعدي فيه مع رئيس الجمهورية تعدي فيه مع رئيس الجمهورية لانه بالمئة وسبعتاش ما عندهه صلاحيات هذا يؤثر في مفاوضات حاتنا يتعيب ينسير هم عارفين نحن 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 يتحدث نحكو وعارفين بلادنا كيفاش قاعده تمشي تخوه قبل ما تقول دمعاه يجيه تقليل على تونس يحلوا الريق انتها تونس ما هو الحكاية التونس سراع السياسي وتوتر شرعيات مختلفة من دستوريس ديون ساطاني كذا من عنده مشكلة انت مديوني عنهم كذا 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 اه ده برغة خالي قوت اسا نتونس اذا نعيشوا في العالم الموجود عايش فيه العباد. اذا نفهمو كيش هم يفكروا. نحن كايننا كل شعب كامل متكيف. مع البلو. باي حاتم مليكي. ساع ساعرا هو انا بأعتك في برجع حوارات و اشتناها الامفال الشعبية والتشبيهات الي عندك حاتم الميكي هذي حاجة اه خطر انا انا بحكم خدمتي نجوة برشة مع خبراء اجانب على اما مشاريع في تونس ولا في الدول الاخرى. يسالوني سؤالي يقولوا لي اوش بيكم? والله يمن يجب من يجيهوه. معنا ان حكيوك على بعد عشر وخمسناش سنان تاني يناخد مع بعضنا معنا نعرفو تونس كيفاش كان مليكيكية نعرفو تعرفوا قدرة الدولة التونسية وقدرات الإدارة التونسية وكي تحب تثني الركبة وكيش نجم تعمل الإصلاحات وكيفيش تقدر على الإصلاحات. يسألك سؤال يقول لك يخي شبكم انتم فهمه وشبكم تخلتوا بحاذكم وشثمه وشبكم ليسعر. شربتوا دواء غالط فيروس جاكم وشي. ما تفهمش الشعب التونسي معناها نحن 12 مليون 12 مليون كي تقسمنا تعمل كرتوغرافية تاعت وانسا يجيك اقراب في مخك. زوزوا ملايين عايشين الفقر. أربعة ملايين تص فيه مزارة شوريشي مع اي فقارة. سبعمية وخمسين الف بطار. خمسين في المية قطاع موازي. تحطهم قدين. هذي دولة عندها ستة وستين سنين استقلال. وصلة في الوضعية هذي. مية بالمية مديونية. ثنين في المية نسبة الدخار عند التونسية. ما معناش في الوز. آآ خليني فقط نختم بهذا السؤال. المشروع السياسي لحاتم المليكي اللي كنت حدثت عليه. وينوصل الى حدود هذي اللحظة؟. زلو صلحة شي. زلو صلحة شي. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. انا كالكي نموت. وانا بالنسبة لي المساهمة السياسية متاعي. المساهمة السياسية متاعي مش نواصل فيها. شو مساهمتي السياسية؟. اذا ثم فرصة حقيقية نلعب فيها دور رو ملعبش فيها دور. متاع ناس تحمل لا ريبتور في اتجاه دولة متقدمة. انا قناعتي في مخي تونس تنجم تعمل سابعة وثمانية في المياه نمو. تنجم في عاشر سنين تنجم تهبط كل المؤشرات السلبية متاعهم بلاد. معناها رو حتى كان واحد استغفر الله يا ربي. معنا حتى كان واحد مش يجو يشهلوه. معنا ربي سبحان يقول لك اش تحبوا ما عطيتكم مش. عطيتكم المية عطيتكم الجبل. عطيتكم الفصفات. عطيتكم الدقل. عطيتكم ما عطيتكم مش. عطيتكم الحوت. عطيتكم اكثر من هذا ما عطيتش. ثم دولة عايشة في البراكين. ثم دولة هاجم على هالماء. ثم دولة لكل هالسحرة. ثم دولة ما يمت فاع حتى شيء. انتم يمت عندكم كل شيء. وعندكم ابحروا. وعندكم اجبلوا. وعندكم اش تحبوا الكل. وجايين هاركامل تنجموا في عينينا بعض كالفليتش.